السلام عليكم مساء الخير مساء الورد والياسمين لأغلى مشتركين في قناة أماري نائلين إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وإن شاء الله يوصلكم لفيديو تاعي وتكونوا في أحسن الأحوال تكونوا هانين ومرزحين بإذن الله اليوم على بركة الله كما تشاهدوا في هاد الصور درت معاكم شاركت معاكم وصفة بزاف سهلة وبزاف بسيطة ما تحكمش اليد وما تحكمش الوقت يعني ونقدروا نديروها كمقبلة يعني في بلاس البوراك ولا حاجة المهم اليوم رح نديروه صينية الطوست في الفورن وش رح نحتاجه في هاد الوصفة يعني الحاجة الأساسية اللي رح نستعملها هو خبز الطوست هذا خبز الطوست هو اللي رح نديروه به هديك الصينية في الفورن رح نديروه محشي بتباقتين أول حاجة رح نحتاجه للحشوة تعناه عندنا كمية من لحم المفروم عندنا فلفل حار بصل ثوم فلفل أسود ملح وملعقة طماطم مصبرة وزيت قليتها ممليح فوق النار من بعدها بعد ما قليتهم جبت زوز حبة تع فرماج حطيتهم عليهم وحطيتها على جنب بدرت هنا يا صوص بشامال ملعقة تعزبدة ملعقة تع فارينة رشة ملح ورشة فلفل أسود حمصتها ممليح فوق النار من بعدها ضفت عليهم كاس تعحليب وبقيت نخلط فيهم حتى نتقال معي الخليط هنا يا وش درت جبت البايركس تعيي اللي رح نحط فيه دهنتوا بشوية تعزبدة تقدروا تستعملوا تانية الزيت تدهنوه بالزيت حكا بش طبقة اللي ملتحت حمار تاعة الطوست هذك المهم حطيت الطوست تاعة الطبقة الأولى وحطيت عليه الحشوة اللي خدمناها هنا الحشوة تستعملوا أي حشوة تحبوه ضفت عليها هنا يا صوص بشامال شوية غطيت هذك اللحم المفروم اللي حطيت وزدت عليها وشي فرما جرابي هنا يا حطيت الموزاريلا تستعملوا أي نوع تعجب متوفر عندكم مهم درت هذي الطريقة ومبعدها عاودت نفس الطريقة الأولى حطيت الحبات تاعة الطوست حطيت حباح ضغطها حتى انكملت غطيت هذك الوجه كامل وضفت عليه سوس بشامال يعني غطيته بهديك الاسوس ضفت عليه أيضا الفرماج كما قلت لكم ما استعملت الموزاريلا يعني بش يضوب ويعطيني الشكل مليح حطيت هذك الفرماج تاعة وبدأ عدلته بالملعقة وهنا يا تزيين درت تزيين بسيط درت هذي وزدت معها الحبات تعزيتون استعملوا أي تزيين حبيتوه تديروا مع الدنوس ولا أي حاجة المهم هذا هو شكل النهائي تحطيتها في الفرن تحمرة مليح إذا حبيتوها تكون لكم طريقة بزاف ما تحمروا هاش مليح لأنه كلش طايب يعني جوزت هكذا تاخد اللون الذهابي أنا حبيتها تكون مقارمشة شوية وتكون حمرة هكذا شوية المهم هنا يا قصيت لكم طبق صعنا بش تشوفوه من داخل بيان سير لازم تشوفوه وتشوفو الطبقات تعاو كيفاش جاو هذا هو الشكل النهائي تاع الطبق تاعي وهده هما الطبقات شوفو كيفاش هدك الفرماج دايب وهدك الطبقات بينين بيان بزاف دنينا إن شاء الله هالوصفة تعليوم تكون عجبتكم هاني رح نقصلكم هنا بش تشوفوها أيضا كي ما قلت لكم ديد حبيتوها تكون لكم طريقة بزاف يعني هدك الخبز ما تخليوه شي حمار ياسر هاني هاني نقصلكم شوفو الشكل النهائي شهيتكم في الجنة إن شاء الله لي شهيتها ولا سخفتها في حاجات تسمح لي وإن شاء الله هنكون خفيفة ضريفة عليكم ويعجبكم الفيديو دايب ما تبخلوش عليا بجام واشتراك في القناة وبرتجيوا الفيديو نتلاقوه في فيديو آخر إن شاء الله وسلام عليكم